أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهئة البحرين للسياحة والمعارض على دور مملكة البحرين البارز في تنمية صناعة السياحة على المستوى الخليجي ودعم تحول القطاع إلى قطاع سياحي مستدام اعتمادا على أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة الجاذبة للسواح وخلال مشاركتها في أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعاد الوكلة المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في دولة قطر الشقيقة أشارت سعادتها إلى حرص المملكة الدائمة على تعزيز التكامل الخليجي في السياحة وذلك تحقيقا للمصالح المشتركة في تنمية القطاع السياحي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية ولفتت بحجي إلى دور مملكة البحرين في خلق منظومة سياحية تكاملية على مستوى المنطقة وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون وإبراز الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة في المملكة وذلك وفق استراتيجية قطاع السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وأكدت على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي ستصهم في خلق منظومة سياحية تكاملية تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية مشيدة بالاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030 اشتركوا في القناة